يمكن مش عارفين مفهوم الرجولة بشكل صحيح فيمكن قدسك لما توضح لنا ما هو مفهوم الرجولة ده يفرق معنا شوية قولنا ايه مفهوم الرجولة هو جميل جدا ان الواحد ياخد باله ان بعده عن كلمة الله الحية الفعالة اللي قمضى من كل يسيف زي حدين بيكون هذا البعد سبب اساسي لتواجد المشاكل وبالذات الاسرية لان اول اسرة صغيرة اقامها رب المجد يسوع المسيح هي ابونا ادم وامنا حواء فحواء لما اتخدت اتخدت من ضلع ادم فهو في حاجة الى فهمة اللي احتواء شكله مش كون تواجدي ان انا اللي خلقت كادم الاول معناه ان انا عندي حب السيطرة انا ممكن يكون الله بيزهر عندي حب القيادة او دور القيادة بيبقى بالنسبة لي ظاهر اكتر رغم ان اوقات بيبقى فيه زوجين الزوجة القيادة عندها بينة اكتر ومثمرة اكتر الزوج الشاطر اللي هو يبقى فعلا ينطبق عليه كلمة الرجل الراجل ده اللي ياخد باله ان الله مديها دور قيادة اين مانع ان يبقىها يبقى لها دور قيادة ده ما يلغيش من شخصيته يعني فاولا لازم يكون الراجل ده مهم عنده جدا وجود الاحتواء لان ثمرة من ثمار روح القدس محبة فرح سلام طول اناه فالاحتواء يعني عنده طول اناه يعني عنده حب للسماع اكتر والاحتواء لا يختلف عن السيطرة الاحتواء مش معناه السيطرة اصلا ولا يتقابل مع السيطرة لان الانسان اللي بيبقى عنده روح السيطرة ده انسان ضعيف سلامين الحكيم قال كده المالك روحه خيره من مالك مدينة ان الانسان يبقى عنده سيطرة على نفسه خيره من مالك مدينة يعني يعني انا اسكر في الجزئية دي حتى لو كانت بدعابة يعني بس ما تخوفش رجالة وما تديش برضو فرصة للستات ان هما يشموا نفسهم بقوي يعني باخد بركة خدمة مركزين تأهيل مكانين في السجن يعني والاثنين سيدات يعني اكتر من 80% من السيدات الموجودات في السجن متواجدات بسبب انهم قتلين ازواجهم طبعا مع السماع لما باخد بالي بلاقي ان في تصرفات للرجل مهينة طبعا ده مش مبرر للست ان هي تقوم بالدور ده انما ماينفعش انا اوصل لمرحلة اللي فيها افقد احتوائي دي مهمة جدا لا تخافوا ولكن احذروا ايوة يعني خلوا بالك يا جماعة فدور الصراحة مهمة اوي ان الرجل ياخد باله ان زي ما حرك بتقولي احتوائك مش معناه ان سيطرتك او قيادتك رحت منك لو عايزين نبعد عن كلمة سيطر لان القيادة لازم تكون قيادة مشتركة الحياة اللي بين الزوجين دي حياة مشتركة مش حياة بتنفرد انت بيها وحدك لو بتتكلم على المصاريف اوقات الزوجات بيصرفوا اكتر من رجال صحيح وبتبقى السلري اللي راتب بتاعهم اوقات يبقى اكتر من الرجل هل ده بينقص من رجلتك حاشا ما بيحصلش